السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرتنا لهذا اليوم تتناول شنون اني انزل شي بفايل لأي منطقة دراسة اني احتاجها ما متواجد انها الشي بفايل يعني كأن تكون منطقة دراسة كمنطقة دولية ما بتوفر انها شي بفايل معين زي انت تعرف حدود النهر او حدود هذا فمنك تكتب بالقوغل بصورة عامة راح تطلع لك صور طوبغرافية يعني كامج فقط فقط انت شو تسوي حتى تنزلي راح تستفاد من هذا الموقع كل جمع اسمه ديفا جي اي اس ان شاء الله راح تركلكم اللين كمالته بسن بوق الوصف اما تحمل البرنامج وتقدر تنصبه بلاب توبك الشخصي وهذا يرضي دو كومنتيشن عام عند البرنامج وهذا الفري سبيشل داتي من تدخل على فري سبيشل داتي عمتك عدة خيارات شو تريد انت الكاونتري ليفول يعني ابعاد او مثل ما نقول مستويات هذا البلد لغلوبال ليفول بصورة عامة لو تريد لغلوبال كلايمت داتي شو يعني هواي به خيارات فهس نجي احنا شي نسوي اعمل مثلا غدت تدخل على هذا الخيار اللي هو باللون الاحمر كاونتري ليفول داتي طبعا اول شي لازم تتحدد البلد فكتألمين تريد يا بلد كالا تقول مثلا منطقة دراسة كتثبو الدال مثلا انا كانت اي منطقة دراسة مثلا تحتاج لهذا البلد او هذا البلد شو تريد انت تريد الادميستر ريليا اليه تريد الريال رود تريد الريال رود تريد الان لاين ووتر اقول له اوكي بعد ما يفتح ليه اهي يطيق هذا الخيار الداوي اللون تحمله انته من عنده حيتحمل مباشرته نروح السقح نغضي كل هاي الامور اللي موجودة هنا حتى ننوضح هسا نرجع الى الملف اللي حملنا الموجود بالديكومنت مجرد تاخده انته تسوي له في اي متخزنة بفولدر جديد اللي انته تحتاجه وتفتحه وتسوي له اكستراكت هير لان انته مي لازم انه تفكه من الضبط حتى تقدر تستدعيم البرنامج بالجي اي اس اكسترا اكسترا فايل اكسترا هير سفكينا الضبط الخاص بل احنا شي تقلم يعني كان دراستنا بلنا انه نحتاج حسنا مباشرة اروح علي وين موجود هذا الفايل شنو اريد هير ادي خيارين للاين بوتر ادي اما كارية او ادي كلاينز هسه هاي راح تنزلي هنا كلاينز اذا ما ظهرت لك تضغط عليها و تقولها زوم تولير خلص هاي ظهرت لك زوم تولير زين اذا رجل انت تظهرها بالشكل الثاني انه هي كارية تضيفها ايضا امكان واحد انه يضغطها اقولها زوم تولير هذا الشكل هسه مجرد انه حتى ننضحها حتى ننضحت الدراسع فاذا احنا وحتى ننزل الباسمارد الخاص بها حتى انه نعرف مكانها بالضبط فعلى هذا الاساس تقدر انت تنشئ الشيب فايل اديك اي شيب فايل قديم هاي مثلا موجودة هنا حتى احتاجت الدولة هاي السحالية تطبق هذا الشيب فايل تقدر انت تضطي الوان مغايرة حتى تعرف الوان الخاصة بك تقول لي اوكي هاي منطقة تراستك تطبق اي شيب فايل متوفر قديم اي ان كانت منطقة اي ان كان شكله تجيبه تجيبه في مكان المهنانة وتقدر تعدل عليها بتعديل الشيب فايل مسبقا الاساس ناخذ الاشيب فايل كل مجرد انه نزوم تولير تولير نضغط على الشيب فايل خاصة بمطقة التراسل بسا قلنا اذا نرجع نحمله بس حتى انه نبين تقدر انت تطريقة اكو احنا سوينا محاضرة فيديو كامل انه شلون اني اقدر اسوي كرييتف للشيب فايل مباشرة نقدر احنا نسوي كرييتف للشيب فايل خاص بمنطقة الدراسل وبعد ما سوينا كرييتف تقدر انت تنشأ الشيب فايل انت ترسمه خاص بمنطقة الدراسل تعدل عليها هذي يفيدك بيمن هاو تكرييت الانسيرت مابل انسيرت مابل صورة عامة انه اني ابين بيسماب معين واني منطقة دراستي وين راح تقع نسبة الى هذا البيسماب فتقدر ابتد سوي مثلا منطقة الدراسل الخاصة بيك راح تعدل هذا البلوكون وتضيف عليها الشيب فايل خاصة منطقة دراستك فهذا هما اللي يسمونه انسيرت مابل فراح تستفاد من هذا الموقع ديفا جي اي اس استفاده كلش قوية وتقدر تنزل عندك اوبشينات عديدة به يعني مو فقط كاللاين بحكم دراستي احتاج الانلاين جوتر الخاصة بكل بلد تقدر تنزل الانتكافر ايضا موجود وبرزلوشن عالي هاي تفيد تخصات جغرافيا او غيرها بخيارات عديدة فهذا الموقع ان شاء الله يفيدك بالمناسبة فري واستخدامه كلش بسيط بعد ان شاء الله ثاني انه ايضا بطريقة ان شاء الشيب فايل الخاص بمنطقة الدراسة اكو فيديو كامل بوجود بسلسل اليوتيوب ضمن بلايلست الخاص بالجي اي اس كاتبين في سبيل MA و Schwab اى جيد موضوع ايشيب فايل خاص بي كانت تستطيع ان تكون مابحة انا نزلت لنهر معاين مثل ثلاث بلدان مجرد هاي هذا نزلت دللاحظ ان احنا هنا نحسي اني منزل مصابر لثلاثة بلدان متتالية كل ما نطيتها بلون معين هاي نزلتهم يا موقع من موقع ديفا جي اي اس هذ الموقع كلش ممتاز ويفيدك اه مثلا انا شلو اللي نزلته كان الخياري كان الخيار الخاص بيه اللايند ووتر اقدر انزل خيارات ثاني اقدر من نفس الخيار هسه انزل هو يطيك اللايند ووتر ويطيك شو ملاحظه هنان هسه هنرجع للمكان الخزن الخاص بيهم ها لو رح نالهم هسه احنا مثلا ضمن تركيا اذا ما رد انزللك اللايند ووتر اذا رزلتك اريا اسعد احتى ان تكون مرح امانكم البيس ما بضرورية حتى ان احنا نبين منطقة الدراسة ويل فهذا نلغي ان تفعيل اللاين حتى تبين هاي مناطق المساحات اللي هيسمونها الاري اوف ووتر الجابيات الخاصة الموجلة داخل هذا البلد او اذا انت لا تريد تفرعات الانهار والستري الفروع النهرية الرئيسية غيرها تفعل هذا الخاصية الخاصة بها فكل مكان ينزلك الى اثنين اما الاري اوف ووتر واللاين انت شن احتياجك راح تكتر اتفعله وتستخدمه ان شاء الله تكون محاضرتنا لهذا اليوم مفيدة وتستفادون جدا من هذا الموقع بالنسبة لينك ماته تقدرتك يبحثه بالجوجل مباشرة واني هم راح تنقلكم اللينك ضمن صندوق الوصف ارتقيكم المحاضرات اخرون جائس دمتم بامان الله وحبه